استطلعت دار الإفتاء المصرية برئاسة الدكتور شوق علام مفتي الجمهورية هلال شهر شوال عام 1443 هجريا وقد أوضحت دار الإفتاء أن يوم الأحد هو المتمم لشهر رمضان ويوم الأثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك تعلن دار الإفتاء المصرية أن يوم الأحد الموافق الأول من شهر مايو لعام 2022 من الميلاد هو المتمم لشهر رمضان لعام 1443 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن يوم الأثنين الموافق الثاني من شهر مايو هو أول أيام شهر شوال لعام 1443 من الهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وبهذه المناسبة الكريمة نتقدم بخالص التهنئة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ونتمنى لسيادته دوام الصحة والعافية والتوفيق كما نتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم ولجميع رؤساء الدول العربية والإسلامية وملوكها وأمرائها وللمسلمين كافة في كل مكان